رمية الكري وروحي أخفي ولساني ثلاث أشياء Initial Final والنغمات والتي كان من الممكن أن أشرح Initial و Final ولكن لا يزال هناك بعض الحديث عن النغمات في الفيديو اليوم سوف نتعلم اثنين من القواعد مع الأمثلة إن شاء الله بالتفصيل محاضرة اليوم مهمة للغاية تأكد من مشاهدتها من البداية إلى النهاية أجوها الأصدقاء قد تعلمنا أن Pinion مجتمل على ثلاثة أجزاء Initial Final والنغمات يعني هذه ثلاثة أجزاء لPinion الآن هنا أسؤال هو أن النغمات على أي جزء نضع هل نضعها على Initial أم على Final فما هو الجواب أنا أجيب وتفهمونه جيدا هذه هي القاعدة الأولى النغمات توضع على Final دائما النغمات تأتي على Final دائما لن توضع على Initial قط جيد مثال ني تا ما هذه ثلاثة كلمات من Pinion بدون النغمة ني هذه كلمة Pinion فيه أن Initial وأي Final فأيهما نختار للنغمات أن أم أي فنضع النغمة على I لماذا؟ لأن I Final والنغمات لا توضع إلا على Final مفهوم؟ هذه القاعدة الأولى تحفظها جيدا والقاعدة الثانية ها هنا سؤال أيضا قد درسنا أن النغمات توضع على Final لكن إذا اجتماع حرفان أو ثلاثة حروف في Final فعلى أجي حرف نضع النغمة مفهوم هذا السؤال؟ يعني إذا اجتماع حرفان أو ثلاثة حروف في Final فعلى أي حرف نضع النغمة؟ الجواب الجواب هو وهذه هي القاعدة الثانية تفهمونه جيدا تنظرون إلى هذه ستة حروف في الصورة أوكي نقرأه في الإنجليزية A O E I U U أوكي هذه ستة حروف تسمى حروف العلة جيد والنغمات على ترتيب هذه الحروف الستة يعني حروف العلة ماذا يعني؟ يعني في بنين حروفان مثلاً فتضع النغمة على أي جهما يأتي متقدماً حسب الحروف الستة أوكي؟ يعني حروف العلة هذه ستة حروف مثال خوا 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 أت أو اي خوا في هذه الكلمة أت هو إنيشيال وبعده حرفان يعني أو و اي هما فاينل فعلى أيهما نضع النغمة؟ على A أم O ننظر إلى حروف العلة هناك أجهما متقدم أوكي؟ أو أم A فنضع النغمة على A لأنه متقدم في حروف العلة أوكي؟ التقدم هو معتبر في هذه الحروف الستة لا في كلمة فنين مثلا أو متقدم في هذه الكلمة لكن في هذه الحروف متأخر طيب فلا نضع النغمة على أو لأنه متأخر أصلا فنحن نضع النغمة على A لأن A هو متقدم أصلا وفن المثال الثاني حاو هذه كلمة حاو فيه أج ميش أوكي؟ وبعده حرفان A و O وما فينا الآن على أيهما تضع النغمة؟ على A أم O فالآن نحن ننظر إلى تلك الحروف الستة هناك أيهما متقدم فنحن نضع النغمة على A لأنه هو متقدم في الحروف العلاء الحمد لله فهمنا جيدا هذه هي القاعدة الثانية تحفظها جيدا لا تنسى أصدقائي الأعزاء لقد تحدثنا عن النغمات بالتفصيل وهو مفهوم جيدا إليك بعض الأمثلة التي يجب عليك حلها بنفسك وهذا هو الإختبار الخاص بك اليوم يعني ما هي القاعدة الأولى وما هي القاعدة الثانية الإجابة على هذا السؤال والأمثلة عليك حلها بمساعدة محاضرة اليوم أتمنى أن تكونوا قد فهمتم محاضرة اليوم جيدا في الفيديو التالي سنتعرف على عدد الحروف لإنيشيل وعدد الحروف لفاينل أي كم حرفا لإنيشيل وفاينل وما هي عددها وكيف يتكون بينين بتفصيل كبير إن شاء الله تعالى وستكون هذه هي المحاضرة الأخيرة سنلتقي في الدرس المستقبل لزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته